موسيقى منذ الثامن والعشرين من أبريل نيسان المنصر باتت سيسيل كينغي وزيرة للتكامل في إيطاليا ومنذ ذلك الحين تتصدر عنوين الصحف والمجلات الإيطالية والعالمية بسبب تعرضها لوابل من الإهانات الجنسية والعنصرية لا سيما من نائب رئيس مجلس الشيوخ وهو أحد أعضاء حزب رابطة الشمال روبرتو كالديروني المطالب باستقلال شمال إيطاليا كالديروني شبهها بقرد الأورانغ أوتانغ كينغي ذات 49 عاما ولدت في الكونغو وصلت إلى إيطاليا في العام 83-9 ألف لإدارة الطب بعد ست سنوات خرجت وأصبحت طبيبة بعد الهجمة العنصرية التي كنت ضحية لها أنت وزيرة في الحكومة الإيطالية والأكثر شهرة في العالم كيف تعيشين هذا؟ ليس من سهل أن نعيش هذا منذ تعييني أعاني يوميا من الهجمات العنصرية أنا لا أعتبر الهجوم علي شخصيا ولكن ضد بلدي وهجوما على المؤسسة التي أمثلها وفي الوقت ذاتها إنها تجربة مهمة لقد طالما واجهت الصعاب وحتى الآن هدفي في الحياة لن يتغير وسيظل دائما نفسه أن أقدم الدعم للآخرين اخترت إيطاليا لأنك تحبين هذا البلد بصفتك وزيرة هل اكتشفت أن إيطاليا أكثر تخلفا؟ اليوم تحدث أشياء كثيرة حقيقة لا يرجع ذلك إلى أن إيطاليا بلد عنصري ولكن في كون أن إيطاليا في طور تغيير هذا التغيير لم ترافقه من قبل سيئة مختلفة وبلاغ يفسر ظاهرة الهجرة أو خاصة التعليم الذي يأخذ بعن الاعتبار ذاكرة التاريخ الإيطالي طلقتي الدعم الكامل من الحكومة والدعم الكامل من رئيس الوزراء ومن الرئيس نابوليتانو هل تتوقعين أكثر من هذا؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال إنها المرة الأولى التي تختار فيها الحكومة الإيطاليا وزيرا من أصل أجنبي وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها البلد هذه الإشكالية هل كنت ترغبين في استقالة نائب رئيس مجلس الشيوخ؟ ليس أنا من يجب عليه الإجابة على هذا لم أقل الوزيرة أنت كينغي هل كنت ترغبين بذلك؟ أردت ذلك في الأخير إنه قرر كان عليه أن يتخذه لوحده لم يكن ينبغي على أحد نفرد عليه ذلك التغيير يبدأ من هذا القبيل إذا كان على كل واحد من اتخاذ موقف معين وتراجعهنه والعودة به إلى الخلف أجل هناك البعض لكن ليس الجميع عنصريا وإلا لما أوتيحت للفرصة لأقوم بهذا المصارى المهني والشخصي هل تأسفين لقبول منصب وزيرتي تكامل؟ لا أبدا ولا حتى لثانية واحدة هل فكرت في مغادرة الحكومة؟ لا دائما يجب على شخص قيادة طريق شخصي لا يجب أن يمر قبل قضية هذا البلد لكن القضية هي التي تستحق تضحيات حتى ولو على حساب حرمان نفسي فهذه هي الأولوية تعيمك له قيمة رمزية مهمة جدا والخطير هو في أن يظل رمزيا فقط وزارتك وزارة بدون حقيبة هل تعتقدين أن هذا سيكون عقبة نظرا لمحدودية الموارد التي تحت تصرفك؟ لا أعتقد ذلك في بعض الأحيان التغييرات يمكن القيام بها رغم الموارد المحدودة أحيانا يمكن الحصول على تغيير مع حقيبة العمل المشترك بين الإدارات الحق في الحصول على الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين المولودين في إيطاليا وإلغاء جريمة الهجرة غير الشرعية هل هما من أولوياتك بعد ثلاثة أشهر على بداية فترة ولايتك ما الذي فعلته؟ الأطفال من زوجين يعيشان في إيطاليا منذ ثلاثة إلى خمس سنوات هما الأطفال نفسهم الذين ولدوا في الموسشفى ذاتها ودخلوا إلى المدارس نفسها ونفس القاعات الرياضية التي يدخلها بقيت الأطفال الإيطاليين وقد اختاروا مصرا مغيرا على الذي اختاره أباؤهم هناك سهولة في الوصول إلى الموطناء وبخصوص هذه المسألة تعمل الحكومة اليوم هناك ما يقرب من عشرين مقترحا قانونيا قدم إلى الوزارة وزارة تعمل على تبسيط إجراءة طلب الحصول على الجنسية ومن بين التدابير الأخرى فمن الممكن إثبات الإقامة بشكل قانوني في البلاد ليس فقط ببطاقة الإقامة ولكن أيضا مع أنواع أخرى من المسندات كالتسجيل بالمدارس على سبيل المثال إيطاليا قادرة على إعطاء المزيد وفي الوقت نفسه سياسة الهجرة الإيطالية غالبا ما تكون موضع انتقاد انتقاد وشكاوى على المستوى الأوروبي ما هو الوجه الحقيقي لإيطاليا؟ إيطاليا في الوقت راهن تحاول تغيير وجه سياسة الهجرة وذلك بفضل النهج الخدمة الذي تحاول من خلاله وزارة حل بعض المشاكل أن تكون لدينا وزارة للتكامل يعتبر أيضا قضية رئيسية بنسبة لهذا البلد هل تعتقدين أن إيطاليا تدير لوحدها مشاكل التضفق الهجرة غير الشرعية غياب الاتحاد الأوروبي وسياسة الهجرة الأوروبية؟ هل لها تأثير على هذا؟ حقيقة فكرة أن إيطاليا لوحدها ترجع إلى تشريعات الأوروبية التي تنصو على سبيل المثال عند وصول مواطن إلى إيطاليا عليه طلب اللجوء من إيطاليا وهذا ما يجب علينا تغييره عندما يصل شخص ما إلى إيطاليا فهو يدخل إلى منطقة شينغن وعلى أساس هذه القضية سنعمل على حال المشاكل مع اتباع نهج مختلف على المستوى الأوروبي ما نوع النهج الذي توصنا به؟ أريد فقط أن تحترم منطقة شينغن حرية تنقل بعد مرور مائة يومين الأولى على حكومة ليتا يشكك العديد في مدتها رئيس الوزراء يظهر متفائلا بقوة هل يتقاسم أعضاء الحكومة هذا الشعور أم لا؟ نعم نحن نشاطر هذا التفاؤل حتى أن البعض كان يظن أننا لن نكمل مائة يوم اليوم تجاوزنا أكثر من مائة يوم وبتبذلك الأمر خطوة هامة أتحنين إلى حياتك السابقة كطبيبة؟ نعم هذه هي المرة الأولى التي أستغل فيها المناسبة لأثنية على مرضاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر